عاوز اتكلم على حاجة مهمة جداً اللي هو رأي المجري رأي المجري اللي احنا هنتكلم فيه احنا عندنا مشكلة في الكرة المصرية معرفش المشكلة دي جاية منين زمان كنا بنشوف الكرات السابتة سواء ضربة ركنية او الفاولات او ضربات الجزاء بتخلص اي مباراة في اي وقت لكن اللي احنا شايفين والفترات دي كلها في الكرة المصرية بتيجي فاولات وبتيجي ضربات جزاء وبتيجي ضربات سابتة ما فيش حد بيعرف شو طوالكورة حد كورة سابتة ما حاش بيعرف الفاحة ليه بعض الناس تقولك ايه اصل كل تلات ايام مباراة اصل ما بنعرفش ان نصلح اخطاءنا لان احنا يا دوبك بندي راحة للعيبة طب دي ده حاجة اساسية احنا بنشوف على مستوى العالم كلها وكنا بنشوفنا قبل كده شوفنا الخطيب وشوفنا زيزو وشوفنا طهرب وزيت وشوفنا حسن شحاتة وشوفنا على ابو جريشة وسيد عبد الرازق وشيحة اسكندرية مهارة والكابتن مصطفى رياض والكابتن شازل اللي كان معروف بالتصويت بتاعه الجامد قوي دلوقتي يجي لك بتاع حوالي 20-30 فاول على خطة 18 ما فيش حد بيعرف شوط ليه اللي بيحصل في التمرين هو اللي لازم يحصل في الماتش كرة صغيرة دي اللي مدرب عليها تخلصك الماتش في ثانية وفيه ماتشات كتيرة جدا انا بتكلم ده بصفة عامة سواء لمنتخبنا او للاندية المصرية دي معدومة خالص معدومة خالص مفيش مش موجودة حتى الكرة كورنرس اللي هي الكرة السابتة الفاول ما بيعرفش ترفع هو فيه ايه يا جماعة وطوله احنا بنعمل جمل تاكتكية وجمل بشعر فيه ويطلع المعلق يقولك ايه اصل الجمل التاكتكية دي حاجة جديدة علينا جديدة ايه يا عم دي حاجات دي سابتة على مستوى الكورة المهارة الفردية دي لازم تنمي المهارة اللي عندك كان زمان فيه كابت رفعة فناجيلي وكان فيه عبده نصح وكان فيه كابت انشازلي وكان لعيبة قول زمانت عايز تقول انما دلوقتي مش عارفين يعني كورة سابتة مش عارفين نفرع كورة سابتة وده يرجع لمين يرجع للمدير الفني لازم يشوف ايه اللي ناقص عند اللعبين يا اخي هاته الصبحية نص ساعة لوحده زي ما كنا بنعمل كلنا هتقول لازم ما فيش وقت لا فيه عندك وقت دي كورة سابتة زي ما بتعمل تاكتيكس في الكورنر او في فاول الكورة السابتة دي لازم لازم تحطوله حواجز اشخاص خشبية يتعود من فيها ازاي يشيلوا كورة ازاي بتبقى المهارة عنده يعملها حساسية قد ايه انما بييجي كتير جدا في المباريات بشوف فيه كور اه يمكن نقدر نقول عبدالله السعيد عنده حتة دي شوية بيعرف يشيلوا كورة شوية وكان فيه في نادي الاهلي اللي يلعبها كتير بس انا شافها على مستوى منتخب مصر كمان يعني كورة سابتة بيجي لك لازم تخلص على طول عشان كده انا اصدت بالذات ان انا معايا واحد ما اتفع جي بحلقة الليلة من المجري ان احنا هنتكلم معاه وهو كانت دي بقى تخصصه كانت رجليه زي الميزان وكانت زي الطلقة يحطها من اي حتة تروح سابتة متحركة ليه لان كان بيتمرن عليها وده اللي لازم يحصل في الاجيال دي التالعانية انت فيه ماتشات او مباراة هتليها مقفولة معاك ما لهاش حل واجي لك كورة سابتة على زي ما بشوف كورة العالمية بتشوف الدور الايطالي بتشوف الدور الاسماني بتشوف الدور الانجليزي كورة سابتة بتخلص على طول فيه لعيبة على مستوى عالي جدا من الكفاءة اللي تقرأت تخلص هذه المهارة فلازم المهارة زي مهارة السور انت بتنميها مهارة الشوت لازم تنميها مهارة الدريبليج لازم تنميها كل حاجة لازم تنميها وانت بترفع الكورة نستعود عليها مرة واثنين وثلاثة واربعة وتحطها في الحتة اللي انت عايزها هتقول لي ليه احنا كنا بنعمل كده مخيش بقى عندنا احتراف ولا كان فيه اي حاجة مندي احنا كنا بنطلب من المدير الفني ومدير الفني كان بيجيبنا الصبحية ساعة 8 الصبحية قبل التمرين نص ساعة وانت بتجري اعملها كده وانت الكورة السابتة بدل ما تعملها كده لا اعملها الورا حاجات كتير الكورة السابتة احنا هامة اجيالنا احنا كابتن عبداليز عبدالشافي وكابتن خطيب كابتن شازلي وكابتن سيد عبدالراز وكابتن أبو جريش وكابتن نجوم كتيرة جدا كان ما بيصدقه كابتن شازلي ده كان ما بيصدق بيصدق كورة جيله فرع خطة 18 اول ما بتيجي كورة فاول خلاص جول كلنا حاسين بكده كان فيه زمان طبعا ومشوفتهوش هنحاول نشوفلكو حاجة من ريحة الكابتن ريحة فناجيلي كابتن عبدالنصح نادي الزمالك كان فيه لعيبة كتيرة جدا عندها المهارة دي كانت بتكسب بيها في رئيتها إنما دلوقتي خلاص كورة فاول زيها زي في نص الملعب زي هنا ويارد بتكليها بصح لنا بلوكوا الفاول اللي على الأطراف على الجنب الشمال وجنب اليمين مفيش وانا شوفنا طهرب وزيت في بطولة الأمم أفريقية 86 كانت المغرب دي ما بنكسبهاش من كورة فاول وفاول معدوم إنما هو عنده المهارة لأنه كان بينزل في التمرين بيعملها بشماله يا كده يعملها بالشمال أو على اليمين فعشان كده بقول لكم اللعيبة الأيام دي محتاجة حاجات كتيرة جدا مش محتاجة بس المتشات لا ده محتاج أن ينم المهارات عنده ودي يازم تيجي منه هو بشتيم المدير الفني المدير الفني ممكن ينبيه عليها إنما هو اللي لازم يعملها من نفسه